ايمن طالب في الطور الثانوي يطالب بحقه في العودة لمقاعد الدراسة بعد إعادة السنة للمرة الأولى ورغم أنه مسجل بالمؤسسة إلا أنه لم يلتحق حتى الآن بعد منعه من الدخول ايمن علي شمس الدين طالب في ثانوية رويني الأخضر بن صالح بأولى جلال العام الماضي ما سعفوش الحظ باش ينتقل إلى السنة الثانية الثانوي لحولوه التكويل المهني مع أنه أوليدي عنده الحق في الإعادة وما سبقلوش الإعادة في الطور قدم طالب التماس إلى مديري التربية على مستوى اللجنة الولائية دوري سلمي لفتا أوليدي وقبل يعني شافوا باللي الطفل هذا ما عنده صافي ما عنده مجلس تأديبي ما عنده مشاكل ما عنده غيابات ما عنده إيجازات ما عنده عقوبات ما عنده تأخرات معناها ملف فنظيف رجعته اللجنة بعد الدراسة إلى نفس الثانوية معناها لو كنت جاي عنده حاجة وكنت حولوه كيمة تلاميذ واحدة أخرى بعدها عاوت وليت المدير الثانوية قال لي ما رسله ليش قعدت منه راه سمانة أسبوع كامل ونستنى وليت لي قلت له واجهته باللي مديري التربية راه يتأكد لي باللي رسلت لك القائمة قال لي ما استعرف بيك لا أنت لمديري التربية ولا وزير التربية إلا بمرسوم وزاري هذا التعليم الوزيري يوش تقول تحويل تلميذ من مؤسسة إلى مؤسسة لازم له الولي وبناء على مرض مزمن بعد الإقامة كذا 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 أنا ما طلبتش تحويله يا وليدي وما عندهش الحق هو باش يحوله ظلم قديش انتلميذ شرد قديش انتلميذ خرجهم بره حقرهم وحب يحقرني أنا أنا ما يقدرش يحقرني لنا لو وليدي راني في دولة القانون دولة القانون دولة سيادية هذا مدير ثانوية يقول له وليدي انت ما تقراش عندي في الثانوية هل هذه ثانوية خاصة ملك خاص ام ملك عام وعلاه وليدي كش ما عنده إلا كان كينا حاجة بينه ويعرفها هو والطفل مانيش عارفها يقول هنه يقول هنه كينا ناس بمجال استأديبية عنده بمجال استأديبية وخلاهم ثم وليدي ما عنده واله واذا بالدليل راني مسؤول على كلامي والد أيمن يوجه رسالة لمسؤولي قطاع التربية والتعليم لإنصاف ولده ومعاملته كبقية الطلاب توجه بنداء يا سيدي الرئيس يا فخامة الرئيس الجمهورية التدخل 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 للقضاء على الفاسدين ومحاسبتهم والمفسدين وأطلب وأطلب منك يا سيد رئيس الجمهورية يا سيد رئيس الجمهورية هذه صرخة ولي من ضمن الأولياء اللي مقدروش يوصلوا كلامهم فتح تحقيق ويرسال لجنة وزارية تحقق بعد زيارتنا للجهات المسؤولة لتلقي رد حول الشغال الولي إلا أننا لم نحظى بذلك ترجمة نانسي قنقر